السلام عليكم ورحمة الله نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة ومرحبا بكم في فيديو جديد الوصفة اليوم هي اوكلا هولندية كابسالون لكي تجيبنينا في المضاق وكد تحضر طغية لمعرفة المقادر والطريقة تابعوا الفيديو حتى الاخير فرجة ممتعة بسم الله اول شيء نحتاج صدر الدجاج يكون كامل نصول جيدا نقطعه هو مازال جامد باش نحصل على قطع رقيقة ولا ما عندكمش صدر ديال الجاج في فريقو من الاحسن قليوه هو مازال كامل نعاد باش تقطعه باش تحصل على قطع بهات الشكل تكون رقيقة جدا صافي كان نستمر في التقطاع حتى كان نسالي جميع الكمية حتى نقطع صدر الدجاج لان نمر الخطوة الموالية سوف نحضر البطاطس المقلية عند كيميا حسب عدد الأثرات سوف نقليها في هذا الايلان التي تقلي بدون زيت سوف تكون صحية أكثر وإذا لم يكن لديكمش سوف تقلي البطاطس في الزيت سوف نصف في واحد المقلات سوف نحضر زيت زيتون أو زيت نباتية سوف نقليها تسخن وسوف نقليها صدر الدجاج الذي قطعناه سوف نضيف للدجاج ملعقة صغيرة من الملح ثم سوف نضيف ملعقة صغيرة من الكوركم أو الخرقوم ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو أو البابريكا نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل أو سكنجبير سوف نضيف رشة من الفلفل الأسود أو الإبزار ثم سوف نضيف حوالي ربع ملعقة صغيرة من توابل الدجاج نضيف نصف ملعقة صغيرة من توابل الشوارمة انا في العادة كانت استعمل غير هات التوابل ملعقة كبيرة من هات التوابل كتوفروا على كل شي حتى الملح الان اعطيت لكم بديل بالنسبة لي ما كتوفرش على هات التوابل اما في العادة انا كانت استعمل غير توابل الشوارمة سوف نحرك في الدجاج حتى نرى الماء و يتقلم جيد و يتحمل لونه سوف نستعمل غير هاد المول سوف نستعمل غير هاد المول سوف نوزع البطاطس بشكل متساوي في المول سوف نضيف عليه الشوارمة او الدجاج اللي حضرناه سوف نوزعه حتى هو بشكل متساوي فوق البطاطس سوف نظيف لكم بشكل متساوي في المول بعد موضع طبقة من البطاطس وطبقة من الشاورما الآن سنوزع ثم سنضيف طبقة من الجبن المتصغلة ونضيف الفرن مسخن من قبل واحد جوش دقائق على ما يدوب الفرماج ونخرجه بعد ما خرجت الكابسالون من الفرن وداب الفرماج الآن مرة لطريقة بعد يلت سجين كناخد اوراق الخس اللي قطعتها من حجم صغير ونوزعها فوق الحشو بشكل متساوي ثم غادي نضيف شرائح من البصل اللي قطعتها كذلك رقيقة بالنسبة لهذه الاكلة كتتعتبر بحال الشاورما غير هي ما كتقدمش في الخبز الخاص بالشاورما كتقدم فعولة بفرضية من الالومينيوم غادي نضيف كذلك الخيار المقطع بالنسبة للتزيين تقدروا تضيفوا اي حاجة كتعجبكم واي حاجة ما كتعجبكم مش تقدروا تستغنوا عليها غادي نضيف كذلك شرائح من الطماطم الآن غادي نزين بسلسة المايونيز وكذلك سلسة الكيتشوب غادي نوضع خطوط بهات الشكل كما كتشوفه في الفيديو وهذا هو الشكل نيائي الاكلة الهولندية كابسالون اللي معروفة في العالم صراحة كتجيزوينا بسف وكتتحضرت غيا ما كتاخدش الوقت بسف واكيد غادي تنال اعجاب ديالكم وحتى وليداتكم هذا هو الشكل ديالها من الداخل مع الفورماج كتجيبنينا بسف تمنى ان شاء الله تجربوها اكيد غادي تعجبكم ولا جربتوها خليولي الرأي ديالكم في التعليقات نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم ولا عجبكم اه ما تنساوش اللي لايك وابوني في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد نتلقوا ان شاء الله في وصفة جديدة فيديو جديد مع السلامة